عشرة سنين وتونس بين الاحتجاج والاحتجاج احتجاج عشرة سنين والتوانسة عايشين على وهم اسمه حرية التعبير اخرج للشارع وعبر ولكن ما تقبض على شيء عشرة سنين والتوانسة عايشين على تبديل السروج ويقولوا اللي تبديل السروج فيه راحة وتبديل وجوه فيه راحة اكبر ولكن في كل مرحلة تقع لهم انتكاسة هالتوانسة والفرحة اللي ما تتمش هي نصيب التوانسة في هالعشرة سنين وما يلقى التونسي من وسيلة كان الاحتجاج والخروج للشارع عشرة سنين والشعب بحربوشة مخدر قال شنوة عملنا ثورة قال شنوة منظومة الفساد وفات قال شنوة راهوا مآسي الشعب من النظام اللي فات جاوش ضد خذيوا اصواته بالشعارات وبالانتخابات والشعب التونسي في اللخر في اللخر قبض على الماء عشرة سنين وهوما يمنيوا فيها الشعب هاو بش هاو بش هاو بش والسوياد اصلا بش تحسدنا على عيشتنا في اللخر التونسي يلقى روحوا على حصيرة مقطعة والبيعة مقطعة ولا ماء ولا ضوء ولا كياس التونسي راهوا قبض على الماء عشرة سنين والتونسي منيوا فيه بالتشغيل ويوعدوا فيه بالانتاج والمشاريع يوعدوا فيه بالتصدير ياخي القاروحوا ها التونسي متغطي بالقصدير وفي اللخر التونسي راهوا قبض على الماء عشرة سنين والتونسي يصبر ويعاني ويسأل ويمني ونستناو في الدولة باش تجاوب وتقول ولكن الشعب التونسي نساتوا الدولة ونسيتوا لغاني ولقاروحوا في الشارع يصارع ويغني الشعب ويريد اسقاط النظام وهو ما يقولوا لكن إذا كانوا ما احمدش ربي راهوا التونسي هو اللي غالط وراه الدولة دي ما تعمل فيه مجهود وكل واحد جديد يرمي ارحاله على اللي سبقه بدون أنه يفسر للشعب ولا يقولوا شنو اللي يلقاه ولا شنو اللي نجم يعمل راهوا يقولولو حقك في التعبير والاحتجاج مضمون امشي اخرج للشارع وهو نعطيوك الرخص ولا التونسي يلوك في الحكاية كله بانا وأصبح التونس هكا بين القهوة والقهوة فما قهوة بين الاحتجاج والاحتجاج فما احتجاج والتونسي في هذا الكل كل بطال كل خدام كل زوالي كل يقلبه من هموم خالي الناس الكل كيف كيف كي أسنان لمشط يشفقوا ما يلحقوا والبلاد هززها الواد وهوما الحكام يعني في كل مرة يقولوا العام عام صعبة عفوا العام عام انتخابات عفوا عفوا العام عام احتجاجات وين الدولة وين القانون وين المسؤول وين المواطن وين السيادة برا للسوق ولوج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر